اشتركوا في القناة 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 على الجماهير من طرف الجماهير بولزداد الجزائري فإن أصحاب خوا خوا ما كانت أعداوة وإنكم من هذا الشيء كامل وسمعتوا الكلام البارح هذين يقولون خوا خوا مخصن أعداوة الناس يتجي تهجمنا ويقولون أن تنشروا الفتنة وإنكم أن تنشروا الفتنة هذا الكلام الحقير سنجاوبكم على هذا الكلام وعلى التطاول على الجماهير في عقر منزلكم ومشيتوا متأطئين الرأس في عقر منزلكم وأخات عديتوا لأن الله ما كينصرش الظالم كينصر دائما المظلوم وأخيرا متابعنا الكرام أنا أدروع للوفاة دي القاصر المغربي في مدينة سبتة لأصيب برصاصة طائشة في رأسه واللي هدرت عليه منابر إعلامية محلية في المنطقة نعرف باقي التفاصيل على هذا الأمر هذا كذلك ونختم به الفيديو دينا وبدأوا على بركتي لمتابعنا الكرام كما قلنا لكم المغرب يستنكر يستنكر الأفعال الهمجية اللي قام بها بني صهيون على إخواننا الفلسطينيين وهنا غادي نعاود نرجع الكلام ديال التطبيع ديال هدول اللي كيغنيوا دائما يقول لك المغرب تخلى على القضية الفلسطينية المغرب هو يدولة العربية الوحيدة اللي سمحت في الطرف من الأراضي ديالها من أجل فلسطين آه سمعها وعمر بها ودنيك وما غاديش جيدة بنتا تقول لنا سمحنا ولا بعنا القضية ديالنا القضية الفلسطينية قليل الفلسطينية عمرنا بعناها ولا المغرب تسنى اتفاقيات ولا يدافع على الوحيدة الترابية ديال وراه بسببكم نتوما نتوما السبب نتوما اللي شتتو الدولة العربية نتوما اللي شتتونا ونتوما اللي خليتونا نعيشوا الشتات نتوما اللي كتدعمو الانفصاليين واش عمر المغرب دعم شي انفصالي في جزائر واش المغرب حار دابا يمشي عند القباليين ويجيبهم عنده ويديلهم ويعطيهم الطرف من اراضي ويحطيهم يعني نوصلوا على على واحد شي ونقولوا لهم تحنا لاجئين وديلهم مخيامات ونخليوا الناس قلسك تموت بالجوع وقلسك الطالب قلسك ونعمروا فيهم عليكم واش حال المغرب يدير هذا شي هذا ولكن هذي ماشي خصال المسلمين هذي ماشي خصال المسلمين المسلمين الحقيقيين اللي كتقولوا الاسلام تومك تدروع الاسلام واش عفتوش نوو الاسلام الاسلام هو انصر اخاك تظالما او مضلوما ماشي فرق اخاك وشتت شمل اخيك ماشي شتت شمل اخيك هذو كل مغرر بهم اللي جمعتوهم واللي قلسك تدعمو فيهم بكل ما لديكم من قوة باشي عادي والمملكة المغربية واش مغتتحسبوش قد داء امام الله واش انتوما ماشي مدركون ان هذيك ارض مغربية جزء لا يتجزأ من التراب المغربي قلسك قوموا مرتاحين فاش غتتشوفوا المغرب تقطع على جوج هذا هو نحن فالفالسطين واشوف جارك بعدها هو اللي اول النبي عليه الصلاة والسلام والساعة على سابع جار النبي عليه الصلاة والسلام والساعة على سابع جار كنت هذرو بالدين وانتوما يعني اصعب ما كين على وجه الكرة الارضية ما قدش نزيد نتلفظ بألفاظ اخرى ولكن هذي هذا يحز في نفسينا يحز في نفسينا مني غدي تجين تتلوم على المغربي وتقوله طبعتي الى كانت فالسطين بحداتها مطبعة ولكن المغرب دائما الى جانب فالسطين انتوما اللي قلتو ظالمة او مظلومة فين هو يا البيانة ديلكم وفين هي السنكرات ديلكم وفين هي هذ شي كامل هذا ولا كتحاولوا طاولوا غير المغريب قابلين غير المغريب هذ شي اللي مقابلين قابلين غير المغريب رأيك يتعلين وكيدرنا وكيف عالنا وكيدرقنا ولكن الحمد لله يعني جا الوقت اللي غدي بالحق غدي بالحق أمام العالم هذ شي اللي غدي نقول لكم قال ان المملكة تعتبر ان هذا الاعتذاء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الاقصى ومكانته في وجدان الامة الاسلامية من شأنه ان يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وان يقضي على فرص احياء عملية السلام في المنطقة واضف المصدر الرسمي نفسه ان المملكة المغربية تدعو الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات وعلى مقدسته واشار بلاغ وزارة الشؤول الخارجية ايضا الى انه بتعليمات من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة الى رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي بالريباط سمعوه مزيان المغربة يبيعش القضية الفلسطينية وعمروا بيع القضية الفلسطينية وعمروا يتخلى على القضية الفلسطينية فما تجيوش تعمروا في ممكم بواحد الحاجة اللي العالم كله عارفكم كتكذبون فيها والدليل هو الخبر الموالي اللي غادي نضروع ليه وهو الاعلام الاوروبي عقبكم واشحاس صعيبة هالدربة هادي واشحاس صعيبة ووعرة هالدربة هادي وعرة عليكم فاشكتلقوا يعني جرائد اوروبية كتدر يك خرج الرئيس ديالكم تبون وقال لك هذكرى مواقع مغربية كتشتاغل داخل جونافريك جونافريك مغربة ومن لك يحركوها ولا الرصون الاسبانية مغربة هاي اللي كي يحركوها ولا 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 شحال من وعد نجيد نزيدك ان شاء الله هات ليلة عندي لك المفاجأة اسباني مواطن اسباني هو اللي كي يضرب بالاسبانية وكي يقول لكم راكم شفارق بهالطريقة هذي غادي نجيبو لكم غادي تسمعو ان شاء الله بإذن الله انا عارف كتبعوني بزاف منكم كيتبعوني بزاف منكم علاش لان الكلام ديالي كيمشي بحل الرمح في القلوب ديالهم علاش لان الكلام ديالي فيه الحق ما كان نضروش من فراغ وما كان كذبوش عليكم ما كان طيحوش الباطل احنا في رمضان واحنا يعني عارفين الحدود ديالنا ما عمرنا تطاولنا عليكم ما عمرنا غنطاولو عليكم ودائما كنا كنا نقوله الشعب بعيد علينا ولكن فاش غادي نشوف بحال ديك التصرفات الهامجية غادي نفهم بان الشعب هذ قلبه الحقد وإلا كان الشعب هذ في قلبه الحقد ما غاديش نردو عليه هذ شيء غادي نقوله الرد ديالنا غا يكون بطريقة حضارية ان شاء الله بإذن الله مشي الشعب المغربي مشي هو اللي يخصوكم في ديك في داك المستوى هذك داك المستوى الحقير اللي بينتو يعني في الملاعب ديالكورة القدم يعني بعد عن الأقل كيبان فاش كتشوف يعني ملعب ديالكورة القدم هذك ما تقوليش راه العسكر ولا هذك راه الشعب الشعب كي يعبر على الحقد اللي عنده في قلبه كيخرجوا خرجوا مزيلا تخرج الحقد اللي عندك في قلبك باش نعرفوه معا مرة حنا جونافريك تتحدث عن اتهامات الجزائر إلى المغرب وموقع القصف بعين بنتيلي عين بنتيلي يل من تقلق الكاسيدي وقع فيها القصف فهنا داك شي كامل الإخوان اللي قلتو وأعوذ بالله من قولة أنا يعني يولا قلناه قاع المغاربة اللي كان قوله وداك شي كنا ندرع عليح المغاربة كاملين واللي عارفين ومتأكدين من المغاربة كاملين ها هو الإعلام الأوروبي وليك يهدر عليك ذلك شي كامل والاعتداءات والاقتراب ديال تصويت داخل مجلس الأمن وهذا شي كامل لأنه قضي الموقف تاريخي اللي كان في مجلس الأمن غايتغير أي ولي موقف آخر وغتولي الصحراء المغربية ما كينش شي واحد غيقدري تطاول وإي شي واحد شي شروية طمشية هديك غايتتحسب عليه هذك الساعات فأي منبرك فيما بغي يكون أي منبر رسمي كيف ما بغي يكون غيتم الحساب دياله والعقاب دياله إن شاء الله بإذن الله لأن كل شي كينتظر القرار دي المجلس الأمن باش تصد الأفوات داعمة للمرتزيقة الأفوات داعمة أينما كانت داعمة أينما كانت سواء في الجزائر ولا في إسبانيا ولا في ما بغي تكون أي فم داعم للمرتزيقة غايت تصد ما بقيش غايتزيادة باش ما يبقىوش يضرب الشرعية الدولية لأن الشرعية الدولية هي اللي جيدة بحليل وهذا الشي هذا لماذا توتر لأننا عارفين الصحر المغربية الإخوان عارفينها نحن عارفين نحن عارفين أنهم متأكدين أنهم العالم كامل عارفها ولكن هنا واحد حاجة يسميها الشرعية الدولية هي اللي كتشتغل عليها المملكة المغربية احقاش فاش المغرب رجد الصحراء دياله كانوا أعداء أخرين متربصين لنا ومن داك الساعات إلى يومنا هذا اللي هو 46 سنة ونحن كان عانيوا مع هذه المشكلة هاد شفين قلت لكم فين هي الأخوة وفين هي حس الجوار وفين هو النبي صلى الله عليه وسلم وصلى سبيع جار نحن فاش جينا نأخذو الوحدة الترابية ديالنا وجينا نردو الأراضي ديالنا كانوا كتربصوا بينا لأن الأطماع كانت على ذيك البلاصة هذيك كانت أطماع خرا ننسوش أنها الإطلالة ديال الموحيط الأطلسي اللي كانوا كي ينتظروها وكانوا كي ينتظروها بفريغ الصبر ولكن من المغرب رضي الأراضي دياله حيزاش كما حيزو السحرة الشرقية ودو بزرتي بقات الأطماع الله سبحانه وتعالي خلق الإنسان هكي الجشع في الجشع بغاو يزيدوا بغاو يزيدوا بغاو يزيدوا بغاو الأراضي بغاو ديال إطلالة هذيك على الموحيط الأطلسي ولكن المغرب وبالحكامة ديال المرحوم الحسن الثاني كان يعني كانت واحد اللي يقاضة كانت واحد اللي يقاضة ومشاوي يعني رضو الأراضي ديالنا وستو على العدو اللي كان بغاو يدخلنا لبلادنا ونزيدكم مره التوسع ما كانش غايكون غير تماك راكم بقوا تحت طرج لهم تماك راكم غايبقوا راجعين راجعين كي يأكلوا في بلادنا في المغرب ولكن الحمد لله رجعنا بلدنا ومن يكن سمعوا بحال هذه المقالات هذه ولكن سمعوا بحال هذه الأخبار هذه كي يعجبناها لحالة الإخوان قالت مجلة جونافريك الفرنسية إن التهم جديدة التي وجهتها الجزائر للربار تقف وراءها رغبة لدى النظام الجزائري في جذب انتباه الأمم المتحدة إلى من الصحراء المغربية خصوصا وأنها جاءت في فترة قصيرة قبل الاجتماع الذي سيعقدوه مجلس الأمن الدولي يوم عشرين أبريل واشمش يا دول الكلام اللي كنا كنت تحدثوا عليها لإخوان يوم عشرين أبريل جاري بحضور المبعوض الشخصي الأمم العام لأمم المتحدة ستافان ديمستورا ورئيس منورسو أليكساندر إيفانكو وهو اجتماع يفترض أن يؤدي إلى تقريرين وقرار جديد حول ملف الصحراء قلتوا لإخوان درت واحد البوست درت واحد البوست وكتبت فيه قلت لكم هالتاريخ ذي العشرين أبريل غيكون تاريخ اللي هو خصو يبقى مسجل وخصو يكون عيد عند المغاربة لإن فيه غيكون تمهيد لواحد الصويت اللي غدي يخرج هاد القرارات هادو هاد القرارات من شأنها أن تغير العديد من الأمور لإن أنا فاش كان عيش أنا في الخارج وفاش كان شوف يعني واحد اللي شيها كتقول لك المغرب بذيك الطريقة هاديكو كتنعتو بالمحتل ولا كتنعتو بالاعتداء على القوانين الدولية كيبقى فينا الحال والشي هذا يحسو به بزاف مغاربة الخارج كتر من مغاربة الداخل لإنني أنا قبل ما مكون من مغاربة الخارج كنت من مغاربة الداخل وخاكا السين ديالي مازال صغير يعني كنت في الشباب ديالي يعني في العشرينيات وخاكا كنا كنفهمه لإننا كنا متابعين القضية ديال بلدنا مغربي كيهمو الأمر طبيعة الحال وراء الصحراء لبلادنا هاديك ومن اللي حلينينا في الدنيا هادي وإحنا كنسمعو بيها وإحنا كنشبعو بدك الأفكار هاديك فنهار كنتنا في بلادنا ما كناش كنحسو بدك القرحة كاملة اللي كتحس بها ونتبرى بلادك فاش كتمشي لواحد مصلاحة إدارية وكتلقاء الراية ديال بلادك فيها واحد من القيطات كيبقى في كل حال كيتتحصر واخر يكون لقلبك كيف ما بغي يكون وقاع المغالبات يديروها ومشوفوها يعني كتمشي لبعض المراكز ديال السوسيال كتمشي لبعض المراكز ديال بعض الإدارات عمومية ولا أي حاجة وكتشوف الخريطة ديالعالم وكتلقاء ذيك الصحراء المغربية في هذك النقيطات كتلقاء كتشوف فيها بحال هكذا إنما تعودناش هكذا كحنا إحنا تعودنا على الصحراء جزء لا يتجزأ من بلادنا من أرضنا فمني كتشوف ذاك شهاد كيبقى في كل حال هذا الشيء اللي كنت لكم هذا 20 أبريل هو تاريخ اللي غدي بقى مؤرخ وأي جهة غدي تدير ذاك النقيطات ستكون كتخالف القانون الدولي ماشي إحنا اللي غنكونوا كنخالفو القانون الدولي فمتوكي فاش فاشفنا القناة الإسبانية تفيأ كتحط كذلك نهار دخلنا الموقع ديال وزارة الخارجية الإسبانية ورقينا الخريطة ديالنا كاملة مكمولة حسينا بالأمان والاستقرار في هذا البلاد اللي أعطتنا كذلك الكثير اللي عشنا فيها والتي تقسمنا فيها ذكريات اللي هي مهمة جدا فنهار رح شفنا ذاك شي هادا وشفنا هالتحركات وشفنا ذاك النجوع عودة العلاقات مع بلادنا الأم ارتاحينا حسينا بالاستقرار وما تقول ليش الله وانا خرجت للشارع وشفت المغاربة فوجههم واحدة ابتسامة ذاك البتسامة اللي كنا كنا نفتقدوها ذاك البتسامة اللي كانت مرسومة فوقها واحد نوع من القلق وكانت يغطيها القلق فمن بعد ما رجعت ذاك العلاقات وخرجت الشارع الإسباني باش تشوف مغاربة إسبانيا كتلقى ذاك البتسامة وذاك الطمئنان وذاك الأمل في المستقبل وفعلا يعني مباشرة من بعد ذاك ذاك القرار هذاك آه هي رجعت الحياة كيفما كانت عليه من قبل رجعت الحدود البحرية حلات ورجعت كل شيء ذاك شيء اللي كنا ننتظرها رجع ورجعنا نعيش الحياة ذاكنا نعيش فهذا شيء لماذا كما قلت لكم الإعلام عنده واحد دور مهم جدا للإخوان إعلام الأوروبي فاش بدك يفق الإعلام الأوروبي كنقول لكم بأن النهاية ذاك المرتزقة هادو قربت وأشارت جونافريك إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها مواطنون موريتانيون ضحايا لغارات جوية في المنطقة ففي الثالث من يناير الماضي قتل ثلاث من عمال مناجم الذهب في منطقة أكليباس الفولة والواقعة في منطقة محظورة على الجانب المغربي من جدار التفاع المغربي وقبل ذلك في مايي 2021 تحدثت وكالة الأنباء الموريتانية عن إطلاق النار من قبل الجيش الجزائري بينما دخل عمال مناجم الذهب وكيلومترات في الأراضي الجزائرية وأوضحت جونافريك أنه في مواجهة الاتهامات الجديدة من الجزائر وجبهة البوليزاريو ما زال المغرب لا يرد بشكل رسمي مشيرة إلى أنه ردا على سؤال حول الاتهامات المختلفة للجزائر في ستاف براير من قبل فرانس فانتكات اكتفى رئيس الديبلوماسية المغربية ناصر بوريطا بالرد توقفت أن الرد توقف منذ وقت طويل يعني الاستماع إلى ما تقوله الديبلوماسية الجزائرية يعني إحنا حبسنا موقعينش كنسمعون الديبلوماسية الجزائرية تشعرش ما كنش رد من المغرب يعني ذاك الكلام دي لهم كلام فارغ وكيدخل مننا وكيدخرج من هنا وينتظر أن يعقد مجلس الأم الدولي في 20 أبريل الجاري جلسة تخصص تخصص الميل في السحراء المغربية حيث سيستمع الأعضاء إلى إحاطة حول جديد المشاورات في الموضوع ويقدمها الممثل الخاص للأمم المتحدة في السحراء أليكساندر إيفانكو والمبعوث شخصي الأمم العام ستافان ديمستورا بالإضافة إلى إمكانية تمديد مهمة بيعثة المينورسو التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل والمفاجأة تكون إن شاء الله بإذن الله الإخوان من الروسيا ما ننضروش على هذا الموضوع باش ما ننهموش شي حاجة ما كيناش ولكن إن شاء الله بإذن الله خليوها مفاجأة من بعد 20 أبريل ومن بعد التصويت أجيو نشوفوا المفاجأة اللي غادي تكون هي المفاجأة ذي الروسيا ما بقاش الوقت بزاف يعني كان نضروح لأيام معدودة وغادي دوز هذا الاجتماع ومن بعده غادي يجي مسلح بواحد دعم غير مسبوق من جهة إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا تأتي في الطريق واخر بغاو يعطلوا الاعتراف ديالها بدك شوية ديال الغاز اللي بغاو يكبو فيها ولكن معلي جاية هي في الطريق إن شاء الله بإذن الله ندوز الأخبار المولية الإخوان هنا قبل ما ندوز نختموه الخبر بالمأساة الإطرات في مدينة سبتا قاصر المغربي يفقد الحياة دياله بغي تغير واحد تعليق بسيط على هذو اللي خرجو كي سبو المغاربة بواحد طريقة باشيعة قال لك إحنا كنبوسوا للدين وإحنا عبيد يعني في المارش ديال الويداد قال لك إحنا كنسبو إحنا كن سبونا وقال لك إحنا عبيد وكانبوسوا للدين واه إحنا كنبوسوا للدين ديال والدنا إلا بغيتوا تجربوا المغربي واشكي خاف فعلا ولا عبيد ولا أحرار قربوا لنا وانتو ماركم عارفين يعني اللي عاشوا لهم المغرب راكم عارفين ماذا نحتاجون نقول لكم نعرفتوا النفس ديال المغربة كيفاش ديرة والحرارة ديال النفس المغربة كيفاش ديرة واخي يكون قداش مما بغي يكون كتافوا فاشي يوصل لحدة بباه ولا أحدة موكي حني وكي بوز لو ميتهم وكي قلص عدهم وهذاك مشي عبودية هذاك احترام هذاك أدب هذهك أخلاق وصنا عليها الله سبحانه وتعالى لا من أولياء الأمور ولا من الوالدين ديالنا هذا الشي اللي خلت دولة ديالنا تظاهر عليكم من بين الأمور اللي خلت دولة ديالنا تظاهر عليكم وتكون حسن منكم مع أننا بدينا قد قد والسقلال كان قد قد وحنا فين وصلنا وانتم ما فين بقيين من بين الأمور اللي ربونا عليها والدينا هو الحترام هو نحترم الأستد ديالنا هو نحترم الولي الأمر ديالنا حتى الجيران ديالنا في الجهة اللي كنسكنوا فيها كنحترم وما كنطول لش عليهم وما كيسمعوش مننا غير القول القول الطيب هدو هما المغاربة فعرفش كن هما المغاربة ومنين تجيش هدر عليهم بش اللي الفمك مزيان عاد تحدث عليهم هدو جواب على هدو اللي قال لك عبيد واندوز الخبر الأخير للأسف توصلنا بهذا الخبر من جريدة الفارو ديال سبتة اللي كتتم بالشأن المحلي ديال سبتة وهو وفاة قاصر مغربي بطلقات رصاص في الشارع اللي اللي كتسمى البرينسيبي البرينسيبي في ذلك المنطقة هذيك معروف بهذا الأمور ديال الشغب الطيفل عنده 15 سنة يعني لا يصبر الأهل ديال ومن هذي المنابر كنقول لا يصبر الأهل ديال وقدروا يكونوا يتفرجوا فينا فكن طلبوا له الرحمة والمغفرة وفي هذا الشهر الكريم اللي نطلبو لكم ديال حاليا لأن الطيفل فقد الحياة ديال هو أن تصبر يعني ثم الصبر ثم الصبر لأن الأمر ماشي سهل احنا عارفين بأن الطانع والطيفل عنده 15 سنة ما فيتهاش الرصاص ما كانت موجهة لها على ما قريت يعني على ما طالعت الرصاص كانت موجهة السائق ديال الدراج الناري اللي كانوا ركب وراه فجات يعني تصفية حسابات ولم عطناش لك شي هذا تدخلت الشرطة دواء المستشفى في الأنفذ ديال في المستشفى هاد شي اللي كان الإخوان فقدر الله وما شاء فعل والله يرحم وانتمنى يعني ربي يخفف على الوليدين ديال لأن أكتر الصدمة وهذا شي كامل ولكن الألم ديال المستشفى ترجمة نانسي قنقر